تهافت غير مسبوق لسحب استمارات الترشح لرئاسيات الثامن عشر أفريل الفين وتسعة عشر من قبل أحرار ومنتمين إلى تشكيلات سياسية ووفق القانون العضوي لانتخابات يستوجب على المترشح الحر سحب ستين ألف استمارة من وزارة الداخلية ومعه تطرح تساؤلات عن التكلفة المالية للمطبوعات المسحوبة وبلغة الأرقام فإنه لحد الآن حسب آخر بيانات وزارة الداخلية تقدم ما يقرب التسعين راغباً في الترشح من الأحرار وممتلي عشر تشكيلات سياسية لسحب ستين ألف استمارة تكلف الواحدة تقريباً خمسة دانانير المبلغ المالي المتحصل عليه بالملايير يدعو إلى التساؤل حول تحدي الإدارة الإلكترونية الذي ترفعه وزارة الداخلية يعني في عوض الناس تملي الأوراق وتجيبها الوزارة الداخلية قال أحسن شيء أنه يمليها على موقع إلكتروني وتقدم بالنسخة الإلكترونية لماذا يقدمها بنسخة وراقية لتكلف الأموال وفيها التزوير وفيها الضياع وكل شيء نقدر أن نمشي أبعد من هذا أن هذه الاستمارات لهذا الناس اللي حابين يمضيوا للمترشحين يمليوا إلكترونياً على موقع مخصص خبراء يتحدثون عن أن تجربة الاكتتاب الرقمي في قطاعات أخرى أعتت طمارها فعلى سبيل المثال وفرت وزارة التعليم العالي مبلغ 100 مليار سنتيم لتسجيل الطالبة عن بعد فلما لا تعمم التجربة في المواعيد الانتخابية هذا وزير التعليم العالي هو يعتري في قلب لي لما أطلقنا هذه الخدمة الوزارة وفرت 100 مليار سنتيم في السنة فإذا كان هذا المواطن هذا مستعد أنه يتعامل إيجابياً مع هذه الخدمات الإلكترونية ما المانع؟ أنه نقدم له خدمة إلكترونية على الإمضاء للمترشحين ولا تسجيل في القائمة الانتخابية وغيرها يعني من العمليات اللي عندها علاقة بالانتخاب حتى نوصل إلى اختيار المرشح إلكتروني وعلى العموم إذا كان الدستور يضمن حق الترشح لجميع المواطنين فإنه بالمقابل يجب وضع ضوابط أخرى تحافظ على الرشادة والحكامة في التسيير وحتى لا تتحول المواعيد الانتخابية إلى مضيعة للمال والجهد أو حتى إلى مشاهد هزلية